لا تزال الأصداء تتردد بعد الفشل الذريع الذي منيت به روسيا في مؤتمر سوتي أول مؤتمر يعقد على أراضيها بشأن الأزمة السورية كانت تأمل منه أن يكون نصرا سياسيا بعدما تحقق لها من إنجازات في قاعدة حميمي مجوية السورية الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي صوتت بعدم المشاركة في سوتي قالت إن مخرجات المؤتمر لا يمكن القبول بها لا سيما مع تجاهل الانتقال السياسي بالبلاد والاستعادة عنه بلجنة دستورية مسار سوتي اختلف كثيرا عما تم التخطيط له مسبقا فلذلك انطباعنا النهائي سيكون بمدى الالتزام في الجولة القادمة بالمخرجات التي قد تنسجم مع القرار 2254 نحن في العملية السياسية في جنيف لدينا كان عائق واحد هو النظام الذي لا يريد الدخول في المفاوضات العيون إذن تحولت إلى جولة جرية من جنيف والسؤال الأصعب إذا ما كانت ستشكل نقطة عطاف في مسار المفاوضات وإدخل النظام في نقاط لطالما رفضها في امتحان يحدد قدرة موسكو بالضغط على حليفها بعد أن فعلت كل ما فعلت لاستنزاف جنيف واحد وفرض التغييرات داخل المعارضة وتدخلت عسكريا لعامين وفي الاتجاه الآخر لا تزال موسكو تواجه صعوبات كثيرة في التوفيق بين مطالب اللاعبين الإقليميين والدوليين على الساحة السورية إضافة إلى أن الأمم المتحدة لا تخفي معارضتها محاولة تكريس سوتشي وتحويل جنيف لصندوق بريد مهمته انتظار الرسائل الواردة من سوتشي واشنطن هي الأخرى عادت تدريجيا إلى التشدد لفرض دور لها في تسوية سياسية تحدد مستقبل السوريا ما جعل مسؤولين روسا يتهمونها بانتظار القوات الروسية للقيام بكل المهام الصعبة قبل القفز في اللحظة الأخيرة والمطالبة بحصتها ويبقى الأساس في صراع الأطراف الدولية في تجاهلها جثور الصراع في سوريا في ثورة شعب ضد نظام مستبد وترجيح تلك الأطراف موقف النظام ما يجعل المنتج الأخير ليس أكثر من سلام زائف بحسب المعرضة السورية لا يحقق الاستقرار ويحول سوريا إلى دولة محتلة من أكثر من طرف وبعيدة عن إقامة نظام سياسي وطني عادل كما يأمل السوريون ترجمة نانسي قنقر